مساء الخير جميعا ما رأيكم؟ كلمات جديدة؟ أنا قلت أحاول أتعلم أشياء جديدة تعلمتها من MBC المهم بداية هذا الأسبوع كان يوم كان أسبوع حافل جدا بالصواريخ ثلاث صواريخ حركات تذكرون يوم الاثنين قلت لكم عن الصاروخ الصيني والصاروخ الأمريكي الصاروخ الصيني طار في الصباح في الصين والصاروخ الأمريكي طار في الليل في أمريكا واليوم الصبح في روسيا طار صاروخ الروسي حين أقول لكم وش الفرق بين الثلاثة الصيني يحمل أشخاص الأمريكي لا يحمل أشخاص الروسي يحمل أشخاص صويت الصيني زي ما ذكرت كان يحمل شخصين ورايحين للستيشن حقاتهم الروسي يحمل واحد أسترونت أمريكي واثنين روسيين الروسي سيلتقي بال المركبة الفضائية الدولية في الفضاء المهم قلت أنا الحين الفقرة أتكلم شوي عن الصاروخ الصين اللي هو خلونا شوي نتكلم عن الصاروخ كاملا وش قصته كل الصواريخ اللي فيه صواريخ سائلة أعطت لكم الصورة عشان أقدر أقول لكم وش قاعد يصير هنا سهل الموضوع ما بي حال أرسم سوفي ستيج ون وستيج تو ستيج ون في أربع اسمهم بوستر حوالينا وش قصدي ستيج يعني هذا صاروخ وحوالينا صواريخ أربع صواريخ وهذا صاروخ ثاني أوكي سو الستيج يعني جزء هذا جزء واحد هذا جزء اثنين ويعني لما يقضي ذا يقول مع السلامة هذا هو الستيج أول ستيج هذا في له أربع مين انجين ثم هذولا بوستر يتركبون عليه الستيج أو الجزء الأول اللي هو مكون من كل ذول اللي قاعدين نشوفهم يبدأون كلهم سوا علشان تحتاج أكبر قوة دفع بعد مرور مية وستة وعشرين ثانية هذولا الأربعة ينفصلون عن المين ستيج هذا الستيج يكمل لمدة مية وستة وستين ثانية من البداية يعني يوصل مية وستة وعشرين بعدين يكمل لسه لما نقول T معناته أول ما بدأ اللونش أو الإقلاع فهذي T بلس بعد مرور مية وستة وستين ثانية وش يصير هيصير لازم انفصال هنا من بين هذا الستيج وهذا هذول قضينا منهم الحين هذا الشيء المشوق جدا اللي هو الانفصال يعني قاعدين يتكلم حنا عن أجزاء من الثانية قاعد يصير هذه الأشياء حسنا لما الحين يصير الانفصال كيف يصير الانفصال؟ هذا السؤال الذي يجب أن نسأل نفسنا حسنا أنا أتكلم حسنا عن الانفصال لأنه 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 الانفصال قد تكون حار قد يكون بارد بارد أيضا يسمى بارد أيضا يسمى الحين أشرح لكم ليش وفي أشياء كثيرة خلينا أشرح بسرعة خلينا نقول هذا وهذا الثاني الثاني خلونا أول نتحدث عن السالف اللي قاعدة تصير في الصيني اللي هي وش يعني نتذكرون حنا تكلمنا عن الرسم البياني حق قوة الدفع مع الوقت أنا من أقول لما الانجين يوصل هذه المرحلة لما الواحد يقول يعني في النهاية هذه ليش يكون قوة الدفع تبدأ تنزل في اسمها تيلوف هنا شرحنا قوة التيلوف اللي هي قوة الدفع تبدأ تنزل فلما يصير هذا الشيء في الفرست تيج تشغلون هذا الانجين وهو ملصقه لما تشغلون الانجين الثاني القوة الدفع من هنا تدف هذا وطبعا تفصلون هذا الانترستيج وقضين هذا بالنسبة للهات سپاريشن اللي هو حار ليه حار؟ لانه هذا الانجين يبدأ وهذا لسه مربوط فيه كولد طبعا بديه يكون هذا ما يشتغل كولد سپاريشن هذا الانجين ما يبدأ نفصل هنا ونستخدم ديناميكية الهواء لدفع هذا تذكرا نحن قد تكلمنا عن قوة السحب وتكلمنا عن الكوفيشن عندما نتكلم عن ديناميكية الهواء هنا في شيء لازم اقولك مياه لما نستخدم لما نستخدم ما بينهم هي هنا محطوطة اللي هي diameter away diameter يعني قطر الدائرة قطر الدائرة هنا بالنسبة لنا هذا فهذا يصير المقاس فلما نقول 1D 2D 3D نقول 1D 2D 3D معناته المسافة زي قطر المسافة نسبة للقطر يعني راح قطر قطرين ثلاثة مهم وين المشكلة هنا يصير عندك عندنا high drag بعدين فجأة يخبط بعدين يطلع هذه dangerous هذه المنطقة مرة المهم ليش dangerous لانه فهذه المنطقة يصير شيء اسمه drafting معناته محتمل هذا يرجع ويخبط عليه معليه سامحوني إذا أعطيتكم من too much information بس قلت عشان لازم تعرفوني وش الدبرة خلن نرجع الحين للسلف الأساسية الحين شرحت الـ hot separation هنا وهذا الـ engine يشتغل لمدة ثلاثمية ثانية هذا الـ stage 2 engine مكون من واحد main engine وأربعة verneirs حوالانه يعني التسهيل يكون زي كذا وهنا في واحد engine وهدولا يستخدمون for attitude control basically الأربع اللي موجودين هنا الحين أكبر واحد فيهم الذي يحمل أكثر وقود ومؤكسد هذا اللي في النص بعدين هذا بعدين ذولي الأربعة المهم لما يصير كل شيء هذا وهذا لسه is burning هذا nose fairing ينفتح في الفضاء لما يكونون في الفضاء و الرواد الفضاء هنا قاعدين ويكملون مسارهم لينما يوصلون المركبة الفضائية حقتهم أنا أعتقد أوقف هنا علشان شكلكم حتخفخوني علشان أتكلمت كثيرا عن stage separation سامحوني والله أتمنى أنه فهمتوا اللي قاعد أقولوا وأنا حاولت صراحة أنا بسط اللي أقدر عليه وأوصل المعلومة قبل ما أروح عشان قل أنام خلنا أقول لكم شوية تاريخ عن هذا الصاروخ الصيني هذا النوع من الصاروخ بدأ أول إقلاع له نوفمبر 19 1999 وإلى الآن هذا النوع من الصاروخ أقلع 11 مرة ونجح 100% من 11 مرات هذولي وهذا الصاروخ يقدر يحمل 8600 كيلو لي Low Earth Orbit Low Earth Orbit هو مدار الكرة الأرضية المنخفض أو هذا الصاروخ يقدر يحمل 3500 كيلو لي Geo Stationary Orbit ما أدري وشو بالعربي أتمنى أنكم استفدتوا وإلى اللقاء إلى حلقة جديدة وتصبحنا الخير وتمنى لكم يوم ممتاز أمي قاعد تتفرج السناب شات حقي ما تتضح قالتلي وش ذا قصيمي حجازي ولغة عربية فصحة وإنكليزي حددي موقفس